جنات المشاهدين معادنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحاً مع هالة فضل يهل شكراً عبدالصمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية بيهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة والنقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطوراً جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بعدد من رؤساء شركات التعدين الإيطالية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بناء على توجيهات من الرئيس السيسي أعلنت أيها أرته القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأطحى المبارك وأوضحت هيئة التأمين الاجتماعي أنه تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل الموافق الخامس والعشرين من يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظة الإلكترونية مضيفة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريا أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بدعم الدول الأعضاء والشركاء لجهود الاستجابة الإنسانية للأوضاع في السودان وحثت الصحة العالمية الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها لكي تتمكن المنظمة من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لملايين السودانيين مضيفة أن شهرين من العنف المحتدم قد أثر تأثيرا شديدا على تقديم الرعاية الصحية وهو ما خلف 11 مليون شخص في شتى أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن جوتاريش يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي المقرار تجديده في السابع عشر من يوليو المقبل مضيفا أن صادرات المواد الغذائية تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت أربعة فاصل اثنين من عشر مليون تون في أكتوبر الماضي إلى واحد فاصل ثلاثة من عشر مليون تون في مايو الماضي وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الجواي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشددة على أن الوقت بدأ ينفذ وكذلك أموال وموارد المساعدات وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمية في منطقة الجنوب الأفريقي تومسون فاري إن البرنامج يسعى للوصول إلى ثلاثة فاصل ستة من عشر مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الأشخاص المحتاجين وأولئك الذين يتم إيصال مساعدات غذائية إليهم أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة التصدي لما وصفه بمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاقتصاد مضيفا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء في هذا الصدد وفي فاعلية بسان فرانسيسكو قال بايدن إن إدارته ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها ورياضياً تعادل منتخب الوطني الأولمبي مع نظيره منتخب الكونغو بدون أهداف في مباراة ودية على ملعب مولاي رشيدي بالعاصمة المغربية الرباط وتعد هذه المباراة آخر تجربة للمنتخبين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل